بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى بوث الرحمة العالمين كثير من الناس يعاني من الكوابيس أو يعاني من الأرق أو النوم المتقطع طبعاً يوجد تقسير من كثير من الناس في أسكار النوم الرسول صلى الله عليه وسلم سنة لنا أعلمنا أسكاراً عظيمة جداً فأنا عملت تجميع على أهم الأسكار التي قول قبل النوم فحقولها لحضراتكم وياريت اللي مش حافظ يكتب الكلام ده في ورقة ويطبق هذا الكلام أول شيء تنام على وضوء ليه ليه أولاً النوم على وضوء يجعل العضاء تسترخي ويساعد كثيراً على النوم ثانياً النوم على وضوء يعني كلنا الروح بتصعد وتخرج من الجسد وتصعد إلى الملأ الأعلى وتصل إلى العرش كما جاء في الأثر فإذا إنسان نام على وضوء تسجد الروح عند العرش إذا نام على غير وضوء تحرم للسجود كما جاء في الحديث فطبعاً النوم على وضوء شيء عظيم جداً يساعد على يعني يحميك من الكوابيس ويساعد على الاستخاء وتبنيمك على طهارة وتبنيمك على أهل الجنة بإذن الله دي أول شيء لعلاج العلاج الأرق وطبعاً النوم على وضوء برضو يعني يساعد على الاستخاء في النوم يعني كثير من الناس بمعاني بالأرق فالوضوء علاج عظيم جداً للأرق يجعلك تنام ويعبد عنك الشيطان الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قاض عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى إن في ذلك الآيات اللي قام يتفكرون يبقى إذن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها يبقى ربنا بيتوفانا لن بمنام لذلك بيحصل هبوض الشديد في الدولة الضموية وفي عدد دقات القلب إن الإنسان بيموت فعلاً وروحوا بتطلع لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى الأعضاء تباشغاله لذلك بعض العلماء أو بعض الحكماء يسمون الموت النوم أو الموتة الصغرى والرسول صلى الله عليه وسلم قال على النوم أخو الموت قال النوم أخو الموت وقال الحكماء إنكم ستموتون كما تنامون وتبعثون كما تسترقزون فإذا الوضوء مهم جداً تاني حاجة تقرأ آية الكرسي الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي حين أقوه إلى فراشه وكل الله له ملك ملكاً حتى يصبح يبقى ملك حارس عليك جنب السرير ولا يقرابه شيطان حتى يصبح يبقى إذن يبقى صلى الله عليه وسلم يبقى عليك ملك حارس يبقى جنب منك ولا يقرابك شيطان حتى الشيطان حتى الصباح يبقى مش مقول حاجة لك كوابيس ولا يجيبك وده يساعدها طبعاً على الانتظام في النوم ولو جال أجل تبقى من أهل الجنة تقرأت آية الكرسي قبل ما تنام يعني اللي بيقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة ليس بينه وبعينه يدخل الجنة إلا أن يموت أبا جالما تقرأها قبل ما تنام اللي هو الموت الصغرى وحتحمي نفسك من الشياطين ومن كوابيس الشيء الثالث تنام طاهر من الزنوب ذكر عظم جداً في اسمه الله الأعظم تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تلت مرات اللي يقولي الذكر ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفرد ظنوبه لو كانت مثل زبد البحر ورمل عالج وورق الشجر وعدد أيام الدنيا يعني لو أنت عملت مليارات مليارات الزنوب وقلت الزكر ده عارفين ليه؟ لأن في اسمه الله الأعظم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم ده العلماء اختلفوا على اسم الله الأعظم على أرقة من أربعين اسم أرجحهم ومهم أعظمهم حي القيوم الحي القيوم لذلك آية الكرسي يا سيدة آيات القرآن اللي فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة نورنا يبقى يبقى لما أنت تستغفر ربنا سبحانه تعالى بالذكر ده لذلك أنا حطه عندي على الفراش على الستيكر لازق عندي عشان ما ننساش أبدا أن أقوله قبل منام تنام طهر لو عملت زنوب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت زنوبه عدد الرمل وحبات الرمل وورق الشغر وحبات الرمل وعدد أيام الدنيا ويسير جدا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحقي القيوم وقته بإله تلات مرات حتى لو أنت قلته في أي وقت يخفر لك ولو توليت يوم الزحف التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر هذه الزكرة ثانية مهمة جدا ثوابه يعني قدر بحسنات مليارات مليارات حسنات تقول قال عليه الصلاة والسلام من قال حين أقعي إلى فراشه الحمد لله الذي كفاني وآواني الحمد لله الذي أطعمني وثقاني الحمد لله الذي من علي وأفضل اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم يعني لبالكم يعني معناها أنت تاخد ثواب حمد جميع الخلق على وجه الأرض يعني لو لو كل الخلقق على وجه الأرض حمد ربنا بسيغة غير دي وقت النوم أو ربما أثناء طول اليوم أنت تاخد صواب كل الكائنات على وجه الأرض بأي سيغة تانية غير السيغة دي تبلاع عليكم يبقى كم حق يبقى تقدر بقديه بالحسنات دي فقد حمد الله بجميع محامد بجميع محامد الخلق كلهم تعرفين ده معناه معناه أن أنت تبقى في اليوم ده أكثر أكثر ناس حمدا على وجه الأرض بلا مبلغة لأن أنت حمدت ربنا سبحانه وتعالى بجميع محامد الخلق كلهم على وجه الأرض الحمد لله الذي كفاني وأواني الحمد لله الذي أطعمني وسقاني الحمد لله الذي من علي وأفضل الله ما يني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار ليه إلي أنت أرجعت كل شيء في الفضل فيه إلى رب العالم سبحاني الحمد لله الذي كفاني وأواني كفك مش رسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من بات آمن في سربه معافن في بدنه ما إليك نقوط يوم فقد حيزت له الدنيا بحزافيرها فالكلام ده كله موجود في الزكر ده كفاك كفاك شر الإنس والجن ودك بيت تقوى فيه من أربع كفاني وأواني وأواك أواك في بيت وأطعمني وسقاني طعم الشراب ومن علي وأفضل الله ما يني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار هتحرم على النار أمن ما تنام وتاخد مليارات الحسنات مليارات مليارات الحسنات لأن تحمدت الله بجميع محمد الخلق كله مع الواجه الأرض مشكلة بس توقف أفضل أهل الأرض حمدا في هذا اليوم باللص حديث الرسول عليه السلام الرسول عليه السلام يقول فقط حمد الله بجميع محمد الخلق كلهم يبقى 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 ممكن حد يكون أكثر حمدا منك أنه أنت قلت للذكر ده أبدا بتنام لأنك حمدت ربنا بصيغة تساوي جميع الخلق على واجه الأرض أخلي بيكم الرسول عليه السلام قال في الحديث أفضل عباد الله وتشديد المية مالذين يكسروننا من الحمد فشو أنت بقى الزكر ده أنت حمدت ربنا بحمد ويساوي كل الخلق على واجه الأرض بقى السباب يكون أدي تخيل كده معي الزكر اللي بعد كده الزكر مهم جدا يعطيك نورا في القبر وعلى الصراط وعلى الجسر لو أنت قلت بعد كل صلاة وقبل النوم تقول لي عن سيدنا عبد الله بن عمر حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من قال ضبر كل صلاة وحين يأوي إلى فراش ثلاثة مرات الله أكبر وكبيرة عدد الشفع والواتري وكلمات الله التام مات الطيبات المباركات ولا إله إلا الله عدد الشفع والواتري وكلمات الله التام مات الطيبات المباركات كانت له نورا في القبر وعلى الجسر وعلى الصراط وعلى الصراط وعلى الجسر حتى يدخله الجنة الكلمات دي بتبقى نور لك في القبر وعلى الصراط وعلى الجسر وتفضل معك هكذا ما تخش بيجي الجنة بالله عليكم اهم مواقف واسعب مواقف واصعب مواقف على اطلاقه الصراط يبقى الازكري ده تقوله 3 مرات تقوله بعد كل صلاة وقبل النوم اللي هو أكبر وكبيرا عدد الشافع والواتر وما قالوا الشافع والواتر بعضهم قال الواتر هو الله وبعضهم قال الشافع والواتر يعني معاناها جميع خلق الله سبحانه وتعالى لأن جميع خلق الله سبحانه وتعالى زوج وزوجة ولكن الشافع والواتر يعني زي الشمس والأمر الليل والنهار الزكر والأنسة السماء والأرض وهكذا فعدد الشافع والواتر وكلمات الله التمات والطيبات والمباركات يعني عدد كلمات الله لو أن ما في الأرض من شجرة أقلامه والبحر يمده من بعده سبعة أبحورين ما نافدت كلماته الله إن الله عزيزه حكيم بصورة اللقمان ترون ماذا يقول كده ويقول صورة الكهف فلاك حابة أمر في النار لهم فغالدون لو أنزل في صورة الكهف بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم ياخر صورة الكهف اعتقدوا أولياء بسم الله الرحيم صورة بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم لو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثيه مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إليها لو أن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لو جئنا بمثيه مددا شوفوا بقد ايه على الفكرة انا بحضرش يعني انا يعني في كسيم الاحوال اه ما بكونش يعني محضر اه عقول ايه بالزبط فطبعا في بعض الاحيان يعني اللسان بيغلق عليه وهو بيتكلم فعلى رغم ان انا ختمت القرآن كانت 11 مرة في صلات الفاجر لكن القرآن غالب اه فدوريك عدد كلمات الله انها اه لا تحصن فتقول الله اكبر كبير عدد كلمات الله وتقول لا اله الا الله نفس الكلام عدد الشفع الوطر وكلمات الله التامات والطيبات المباركة واذا الزكر ده لا يقدر بحسنات ايضا وهم حاجة بيديك نور في القبر وعلى الجسر وعلى الصراط خليبا لكم ايه الصراط ويهي الجسر الصراط بيضرب على متن جهنم بيقول ادق من الشعر او احد من السيف ادق من الشعر او احد من السيف هتمشي عليه انت حافي وعاري وتحت الصراط ده جهنم مظلمة شديدة السواد وبيطلع من جهنم انها ترمي بشارن كالقصر كأنه جمالات صفر كما يقول في صوت المرسلات بيطلع منها قنابل اشد من قنابل الزرية وقنابل النووي فالناس على الصراط على ثلاثة اصناف ناجن مرسل او مرن مخدوش او هاون في ناري جهنم فالناجن مرسل ده ده معه نور كالبرقة معه نور عظيم هيمر كالبرقة وكلام حي البصر فشوفوا كل ما يكون معك نور قوي فأهم حاجة تدك نور ايه صباح الفجر في المسجد الزكر ده مرضو من الاشياء التي تدك نور جنوب قوي على الصراط محتاجين الزكر ده جدا لانه بيديك نور فأصعب مواقف في القبر وعلى الصراط تعالفين الصراط ده لو عام بقى بيقوله ايه لو عام بقى بيقوله انه طوله مسيرة خمستاشر الف سنة لانه طوله بطول جهنم وارفع من الشعر واحد من السيف ادق من الشعر هتبشي عليه ازاي تعالفين جهنم حجمها ده الرسول صليم يقول في الحديث تأتي جهنم يوم القيامة لها سبعون الف زمام يشدوا كل زمام او يجروا كل زمام سبعون الف ملك بقى بين شحمتي اذنه كما بين المشرق والمغرب يعني حجم دماغه قده كرة ارضية كلها لها سبعين الف زمام لها سبعون الف زمام يجروا كل زمام سبعون الف ملك يعني جهنم حيجي بيجرها يوم القيامة اربعة مليار وتسعمية مليون ملك اربعة مليار وتسعمية مليون ملك حجم دماغه بس قده كرة ارضية كلها يبقى جهنم حجمها ايه الصراط ده علاماتنا جهنم بنفس الحجم بنفس بطول جهنم كلها يبقى أنت محتاج نور ألا أنت محتاج نور ده حناف ده حناف تلمس أي حاجة تدينا نور على الصراط طب إيه الجسر هو إيه الجسر قال عليه الصلاة والسلام ده المرحلة الأخيرة قبل ما تخش الجنة بعد أن يخلص الناس من النار يحبسون على قنطرة لمظالم كانت بينهم في الدنيا يتقودونها في الدنيا فإذا نقوا وهذبوا وذينا لهم بدخول الجنة يعني إيه الكلام ده يعني بعد أن الناس بتنجوا من الصراط بتتحبس على قنطرة ما فيش حد ما بيقعش في الظلم الصالحون والطالحون يقعون في الظلم ما فيش حد ما بيظلمش كلنا بنظلم كلنا بنظلم وبن الظلم كلنا بنظلم وبن الظلم فأنت تظلمت وظلمت وغيرك بعضه ظلم وتظلم فناس كلها أهل الجنة بقى بالذات حيتحبسوا على قنطرة دي عشان كل واحد يأخذ حقه قبل ما تقول ليه لأن ربنا صلى الله عليه وسلم قال ونزعنا ما في قلوبين من غل من غل إخوانا على سرر المتقابلين لا يمكن إنسان يخش الجنة إلا إذا كان قلبه ما فيش حسد وحقه وغل فأنت لك حقوق عند ناس وفيه ناس لها حقوق عندك هنتحبس على قنطرة دي لغاية ما كل واحد يأخذ حقه فالقنطرة دي برضو موقف صعب بس كل الناس اللي وقفين على القنطرة دي من أهل الجنة خلاص بعدما أنت نجيت من الصراط عديت من الصراط له أصعب موقف يوم القيامة أنت بقيت من أهل الجنة بس لازم 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 ترد المظالم لأهلها لليك مظلمة عند حد أو عليك مظلمة لازم ترد فهتتحبس على القنطرة دي في القنطرة دي فهيحتاج عليها نور يبقى شوفوا الزكر دي عظيمة دي بيديك نور في القبر وعلى الجسر وعلى الصراط وعلى الجسر بعدين بعد كده لازم تقرأ المعوذتين وصورة الإخلاص ثلاث مرات كما كان يفعل رسول صلى الله عليه وسلم كان ينفس يقرأ الإخلاص صورة المعوذتين والإخلاص ثلاث مرات وينفس في يده ويمسح على جسده وعلى الفراش فده كل ده لو أنت عملت كده يبقى ما تخافش بقى لمن لمن شيطان ولا من كوابيس ولا من شيء ولا أي حاجة أخيرا في ذكر مهم جدا شكأ أحد أصحابة الرديوانو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الأرق فقال له قل غارة النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم يا حي يا قيوم أنا معيني وأهدئ ليلي ذكر فيه اسم الله الأعظم برضو خليبكم كلمة الحي القيوم الحي القيوم موجود في ذكر الاستغفار موجود في آية الكرسي وموجود في الذكر ده برضو فأه برضو الزكرة لا تقوله لو أنت بتعاني من الأرق إن شاء الله تنام فكل الحاجات دي مهمة جدا عشان تنام على طهارة وتنام على السنة ولو الأجل جاه وانت نايم يبقى باية من أهل الجنة ما جاش هتنام نوم عميق ونوم هادئ ما تحلمش الكوابيس وما تصالتش عليك عشان تلوه انت نايم الكوابيس دي بتيجي من إيه ما بتيجي من الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الرؤية سلاسة أشياء يراها الإنسان في صباحه في صباحه فتراها في منامه وأخلطه أحلام وأهويل من الشيطان ورؤية من الله سبحانه وتعالى يعني الرؤية إما أنها بتبقى أشياء الإنسان بيتمناها أو بيمر بيها في حياته الصبح فشوفها بالليل في منامه أو أخلطه أضغص أحلام أو أهويل من الشيطان أو رسالة من الله سبحانه وتعالى فدي أنواع الأحلام اللي بتنسي بيشوفها فإذاً في حاجة اسمها أهويل من الشيطان الكوابيس وأهويل الأضغص أحلام أخلط أحلام دي ماشي لكن الأهويل اللي انت بتقولش أسكر النوم لو انت قلت أسكر نبولها حدقة دي مش ممكن إن شاء الله تيتسلق عليه الشيطان ونت نايم أو تشوف كوابيس بالعكس ممكن جداً ترى الصحابة ترى رسول صلى الله عليه وسلم في المنام لكن نمت على طهارة ونمت على وقلت أهم أسكر فنروح بتسمو وتكون نايم على الوضوء فأسكر دي عظيمة جداً فأنا سأكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو سخون شهوون الشهادة العمي في ثبب عظيم العلم علماً فالله أجرم عام فيه من القيامة لا ينقذ ذلك نجوني بشأن توشيش تفعل الجرس وإشراك في القناة رسالكم كل جديد والتساعدين عن شهر صورة نوية